في طريقها نحو العزلة والصراع مع العالم الأرثوزكسي أعلنت الكنيسة الأرثوزكسية الروسية قطع العلاقات مع البطارياركية المسكونية في إسطنبول هكذا علق الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في اجتماعه مع ممثلي القسطنطينية الذين عادوا إلى أوكرانيا لمواصلة العمل في المرحلة الأخيرة من تشكيل المجلس الموحد للكنيسة أشار بوروشينكو إلى أن السلطات الكنيسة الروسية أصبحت ترتبط وتعتمد بشكل كامل على الكريملين كما شكر البطارياركية المسكونية على دعم أوكرانيا وعلى قرار استقلال الكنيسة الأوكرانية الأرثوزكسية رد فعل السلطات الروسية الروحية والألمانية وقيادة الكنيسة التي تعتمد بشكل كامل على السلطات تؤكد فقط أننا نسير في الطريق الصحيح روسيا تعارض العالم بأسره بشأن قضية العدوان الروسي في شرق أوكرانيا وحول مسألة ضم القرن وبنفس الطريقة وضعت الكنيسة الروسية نفسها الآن على طريق العزلة الذاتية والصراع مع الأرثوزكسية العالمية لقد عدنا من القسطنطينية وآملوا معنا أخبار صارة مع حدث تاريخيا في حياة الشعب الأوكراني وأريد أن أزف لكم تحية البطاريارك المسكوني بارثلا ماوس كان هذا قرارا تاريخيا للقسطنطينية بنسبة لأوكرانيا حيث أكدوا مرة أخرى نيتهم في دعم استقلال الكنيسة الأرثوزكسية الأوكرانية شكرا للمشاهدة